أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي ترحيب دولة المصرية بالاستثمارات الأجنبية لدورها في دعم الاقتصاد وخلال استقبال رئيسة في دين مجموعة شركات الفطيم شدد رئيس الوزراء على نهج الدولة الساعي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار خلال الفترة القادمة منوها إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرية من جانبه أرى برئيس شركة الفطيم عن تفاؤله بما تضمنه مبادرة الشراكة الصناعية التكملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن مؤكدا أن دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص يمثل دافعا له للتفكير في كيفية استثمار الفرص الحقيقية ذات القيمة التي يزخر بها الاقتصاد المصري